اسمعوا كلام هذا خطير جدا هذه قالها للعمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال العباد يعجلون والله لا يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد الله كريم ولا حد لكرمه وإذا أعطى فإنه يعطي بغير حساب لكن مشكلتنا الاستعجال ولنسى أننا نقف أمام من قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر إذن هو كريم وفي نفس الوقت غني وفي نفس الوقت حكيم مدبر وإن كبرت همومك لا تباني فلطف الله في الآفاق أكبر ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر سيأتيك الذي ترجوه يوما فلا تعجل عليه وإنت لا تأخر ولا تجزع وقل يا نفس صبرا فرحمن السماء قضى وقدر سيلطف بالقلوب ويحتويها ويجبر في الحناية ما تكسر فلا تعجل فليس الرزق بالعجل لا أقصد هنا بالرزق فقط المال بل حتى الصحة والأولاد وصلاحهم والزوجة وصلاحها الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل فلو صبرنا لكان الرزق هو الذي يطلبنا ولكن خلق الإنسان من عجل ترجمة نانسي قنقر